مع اكتمال وصول حجاج القرعة إلى مكة المكرمة تتواصل التيسيرات المقدمة لهم من بعثة حج القرعة تمهيدا لأداء المناسك هذا وتتابع غرفة عمليات مجهزة أحوال الحجاج خلال المناسك بالأماكن المقدسة اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج واصلت تيسيرات تقدمها بعثة حج القرعة لهم في مقدمتها فنادق الإقامة التي تم اختيارها على مقربة من البيت العتيق ما هي إلا خطوات يخطوها الحجاج مترجلين من الفنادق باتجاه المسجد الحرام وهو ما لاقى ارتياحا كبيرا بين أوساط حجاج القرعة المسافة بين الفندق وبين الحرم لا تتجاوز ميت متر كل حيازة الأم كل قيادة تستيلات على الحجاج أود أن أشعر قيادة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبتاح السيسي ووزارة الداخلية على حسن التنظيم وحسن الاستقبال وحسن التفويج لهم جيد من الحجاج بهو فنادق الإقامة يشهد حركة مستمرة من الضباط للإطلاع على أحوال الحجاج والوقوف على متطلباتهم الابتسامة تعلو وجوها الجميع بالفوز بآداء المناسك وما تقدمه بعثة حج القرعة من تيسيرات وإجراءات تنظيمية لراحتهم أول ما دخلنا منتهى الراحة الشلقة بتاعتنا لقناها ببانا للأوض بتاعتنا كل واحدة ما ركتوب عليها رقم من الأوضة بصراحة أيمين على خدمتنا بمنتهى الأمانة أمور الحمد لله ويأسرها وفي الإقامة سواء كانت إقامة هنا في القندق أو أي خدمات أمة الوقفوها بالنسبة لنا والأمور الحمد لله بخير كل حاجة الله أكبر والخدمة ممتازة ومبتحين جداً والله نحن فعلاً متمتعين بهذا الرحلة الكريمة بوزرطة الداخلية وبنشكر وزرطة الداخلية على هذا الموجود الكبير اللي هي أيمام عانا وكل حاجة كويسة جاء وكل حاجة مشيانة مع أربعة وثلاثين جراحة غرفة عمليات مكة والتي شكلتها بعثة حج القرعة تتولى إدارة ومتابعة شؤون الحجاج المصريين منذ لحظة مغادرة الأراضي المصرية ووصولاً إلى الأراضي المقدسة وطوال فترة الرحلة من إقامة وإعاشة وانتقال وكذا حالتهم الصحية واتخاذ كافة الإجراءات لرعايتهم بالتنسك مع الجهات السعودية ذات الصلة وغرفة عمليات مجلس الوزراء المصري جيت لغرفة العمليات النهارة عشان هستفسر على المنسك الحج هنبدأ أبدأ ونتحرك إمتى يعني عشان نعرف إيه هنبدأ بإيه الأول اللي هنروحه مينة ولا هنروح إيه فسياد العحيد بصراحة الحمد لله تفضل سيادته بشرحي شرحي كل حاجة وهنبدأ إزاي وهتتقسم إزاي أحياء نصر لنا كل حاجة في المطارات سواء مطار القاهرة أو مطار جد وقت الوصول البصات كانت فخرة جداً يعني حتى الحاجات كانوا عنصر لنا لبس الإحرام خط سعودي مجرد ما جينا فعلناه خرن بلدي بتقدم لنا هذه الخدمة والنظامة على إيه ناس محترفين الفندق نفسه بيقدموا الخدمات ما فيش هودة مقصة حاجة وعلى طول فيه إشراف عليهم والمروعة هو تأي نواقص في الهودة بيكملوها وكده وتشهد فنادق إقامة حجاج القرعة تنظيم ندوات دينية للتوعية بمناسك الحج والرد على استفسارات الحجاج بسم الله ما شاء الله إرشادات منتازة منتازة بالنسبة للحج وبالنسبة للعارف بتعرفه بزيادة واللي مش عارف بتعرفه هكذا يسرت بعثة حج القرعة على الحجاج لأداء مناسك الحج والاستمتاع بالأجواء الروحانية طوال فترة الرحلة المقدسة تضع بعثة حج القرعة أكافة إمكانياتها لخدمة دلوف الرحمن من حجاج القرعة هنا بمكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك فنادق أقامة موجودة بالقرب من الحرم المكي الشريف إضافة إلى حزمة من التسيرات الأخرى التي بدت واضحة على وجوه الحجاج هنا بمكة المكرمة من مكة المكرمة عبدالله بركات التلفزيون البسرية